اشتركوا في القناة احنا بنا ننتعمل مع حفظ الطاقة الميكينيكيه وبنا نحل مسائل عليها بس قبل البداية لازم نكون قليلاً عرفين كيف بنجتضر الحفظ الطاقة الميكينيكيه منabanطقة اللي خاصة فيهم وبالتالي بناءً عليه لما نحن النتاجات اللي بنا نطلع من هذه الحصه بنا نعرف كيف نشتق معدلة حفظ الطاقة الميكينيكيه بعدين شو هي حفظ الطاقة الميكينيكيه شو المعادلة بعدين نحل مسائل وتمار الجزية ع geilgine Louis انت المرة الماضية عرفتوا انه شغل قوة الجاذبية عبارة عن سالب التغير في طاقة الوضع صح الان احنا قاعدين بنحكي عن نظام محافظ يعني هذا النظام ما في قوة احتكاك صح ولا لا ما في مقومة هواء نظام محافظ ما في قوة غير محافظة لا هو فقط قوة محافظة ايضا قلنا الزيادة اللي بتصير بالطاقة حركية بتروح لطاقة وضع او النقصال اللي بتصير مثلا في الطاقة حركية بروح لطاقة وضع يعني بمعنى اخر تليسها اخوص ما في قوة التغير في الطاقة الحركية عبارة عن السالب التغير في طاقة وضع وبيزبط انك تعرض العكس كيف تحدث لي phrase التغير في طاقة وضع عبارة عن سالب التغير في الطاقة الحركية stone صح لا وكلهومى صحيح Sustainable المحافظ بكونا النقطة عن طاقة حركية اعتبرك لا جديدا ك� tended하는 انارو محافظة بيطلع لي انا كمعاد احكي مش هذا السالب التغيير في طاقة وضع هو عبارة عن موجب التغير في الطاقة الحركية صح طيب احنا شايفين هذا القانون ما فيه اي خلاف حاليا بتبلش من هون من هاي الجزئية هيا بتبلش من هاي الجزئية بس شايفينها بدي افصلها افصلها يلا مع بعض عجبات الخير سالب التغيير في طاقة الوضع طاقة الوضع النهائية ناقص طاقة الوضع الابتدائية وهي يساوي التغيير في الطاقة الحركية طاقة الوضع الحركية الطاقة الحركية النهائية ناقص الطاقة الحركية الابتدائية وحنا عارفين انه التغير معناه نهاية ناقص بداية حسنف مفرضة هذا الشكل بدي أفوت السانب وكونه عملية طرح بفوت على هذا القسم وعلى هذا القسم صح او لا لا فصارت سالب طاقة الوضع النهائية ناقص اكيد الناقص وناقص صارت موجب سالب ض removed طاقة الوضع النهائية هي הז również salب ض tijd potential energy ابتدائية بسي الموجب potential energy البتدائية تساوي نفس السيناريو هنا طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية انا حنين قاعد بشتق بدي افرجيكم شو الفكرة اللي بدي اوصل لها هسه بدياكم تتركو النهائية في طرف والابتدائية في طرف يعني طاقة الوضع والطاقة حركية الابتدائية في طرف والنهائيات في طرف ثاني طيب هسه بقدر انقل الطاقة الحركية لغاد زائد الطاقة الحركية الابتدائية اللي عملته هون بعمله هون زائد الطاقة الحركية الابتدائية صح طيب وبالنسبة لهذه أختنا نفس الشي زائد طاقة الوضع النهائية زائد طاقة الوضع النهائية صف القانون كالآتي طاقة الوضع الابتدائية زائد طاقة الحركة الابتدائية تساوي نفس الشي هون طاقة الوضع النهائية زائد طاقة الحركة النهائية صح زي ما حكينا لكم خلي النهائيات في طرف والابتدائيات في طرف الآن كلكم أخدتوا شو هي الطاقة الميكانيكية ميكانيك الإنيرجي عبارة عن شو عبارة عن طاقة الوضع زائل طاقة حركية صح لا لأ فانت الآن لما تيجي تحدثني وتحكيلي طاقة الوضع زائل طاقة حركية عبارة عن طاقة ميكانيكية طب شو هون ابتدائية لأنه هاي طاقة الوضع ابتدائية وهي طاقة الوضع نهائية تساوي نفس الشي هون طاقة الوضع النهائية زي طاقة حركة النهائية عبر عن طاقة ميكانيكية نهائية يا عيني عليكم بس شفتوا لوين فقط شفتوا هاي هاي هي معادلة حفظ الطاقة الميكانيكية شو بتحكي المعادلة؟ أن الطاقة الميكانيكية ثابتة خلال مصار حركة الجسم سواء ساقط سقوط أو أنت قاضف للأعلى بس بشرط أن يكون النظام محافظي يعني ما يكون في قوة غير محافظة زي ما أعطت معكم الحصة الماضية هاي المعادلة اللي وصلنا لها شايفينها؟ تعرف أنه لو أنت إجيت على هاي المعادلة حكيت طب لو أنا بدي أطلع التغير في الطاقة الميكانيكية راح تحكيه للطاقة الميكانيكية النهائية ناقص الطاقة الميكانيكية الابتدائية أحنا عر dir طب مش النهائية نفس قيمة الابتدائية لأن الطاقة الميكانيكية خلال مصار حركةك يبقى ثابتا هون 100 إذن هون 100 هون 100 هون 180 هاس هاتي صارت سامورايا الله وكلكم إذن التغير في الطاقة الميكانيكية يساوي هنافظها إذن يساوي 0 في النظام المحافظ التغير في الطاقة الميكانيكية يساوي سفرا انتهى بس اذا هذه هي معادلة حفظ الطاقة الميكانيكية اللي احنا بنتعامل معها في ظل وجود قوة محافظة فقط بنقدر نفرطها اكثر الطاقة الابتدائية هايها وهو الطاقة الميكانيكية النهائية شفتوا هاي المعادلة بسميها لمعادلة الصلطة اللي بدك تفرطها صلطة كاملة بس ضروري جدا لما تستخدم هاي المعادلة تحدد وين موقع البداية وموقع النهاية عشان تعرف وين الانيشيال تحسب عنده موقع البداية شو الطاقة الحركية شو ضغط وضع وعند موقع النهاية تحسب شو الطاقة الحركية شو طاقة الوضع الان في اثناء حل المسائل انت لم يطلب منك اي اشي حل بشكل مباشر ما زبط مباشر دور ع طرق اخرى هاي تعتبر ضمن الطرق اللي ممكن تنجأ لها تعال نشوفوا مع بعض يا جماعة الخير بالحل يعني الان احنا عرفنا معادرة حفظ الطاقة الميكينيكية واحتصرنا عليكم كل هذا الحكي وكل هذا الشغل والأكو خلص في اشي عملهاش داعي خلص شلتها طيب تعالوا معي هسا عشان نحل المسائل تعرفوا بدنا نفض المنطقة اللي من ان نخذ فيها الحرب يعني هي ان شاء الله مش حرب بس حرب الفيزيائية طيب طيب هون يلا بسم الله نبلش تعالوا قضافة لاعب كرة كتلتها 300 غرام يعني مسك كرة يا للأعلى يا للأسفل حسب هاي كتلت الكرة رأسيا الى الاعلى يعني هي يرسم لك عشان تكون بالصورة شو قصدة رأسيا للأعلى يعني في كرة هون موجودة مسكها رماها لوين للأعلى طيب انظر الى الشكل هيو طبعا هو لما قضافها للأعلى رماها بسرعة صح؟ شو السرعة اللي رماها فيها؟ عشرين متر ركو الثانية طيب شوي هسا انا بتخيل الموقف بمسك كرة برميها نحو الأعلى الكرة انا قضافتها بسرعة قداش عشرين متر ركو الثانية هاي السرعة ابتدائية اللي بدي سر بالكرة بردالها طالعة طالعة هسا هي طالعة سرعتها بتقل لحد ما توصل اقصى ارتفاعها شو بسر سرعتها النهائية؟ سفر ارتفقنا بيقول لك افضل غناه ليجي القوة احتكاك يعني النظام محافظ ما في قوة احتكاك وتسار السقوط الحر هي عشرة جيمة طينية احسب مقدار ما يأتي بالكرة عنده وصولها الى اقصى ارتفاع طب شوي اذا وصلت لي اقصى ارتفاع فورا في ف ي tambahar هو قال لي طب شوي احدد وين البداية وين النهاية البداية عن سطح الارض النهاية عن اقصى ارتفاع صح ولا لا لأ مقدازين هى حددت محافظة عن بداية وله نهايته لاحظ ان انا شو الارتفاع اللي مشيته في ان الا اغاشي securities اقتفاع ما بعرف شو بيقول لك احسب طاقتها الميكانيكية وين هايما هو round وصلها الى اقصى ارتفاع يعني بده الطاقة الميكانيكية طب ان طاقة البتدائي واننهايئية قلنا يا جماعة عن سطح mandar التفاعando الطاقة الميكانيكية النهائية هل تفكر في الموضوع كيف تحسبها لدي ما غير فكرة افرضها كانت تحكي طاقة الوضع النهائيه زائد طاقة الحركه النهائيه كنا عارفين عند اقصر ارتفاع طاقة الحركه النهائيه 0 لانه نص ضرب M ضرب السرعة النهائيه 3 سرعة النهائيه 0 طاقة الوضع النهائيه M G Y Final لاحظ انه هون في فشل هون العملية فشلت طب ليش فشلت بالمطق احنا ملناش نوبص ومبصم ليش فشلت الكتنا معي ما عنديش مشكلة وانت صار جذبي معي مشكلتي هون ارتفاعك النهائي مش موجود معي اذا فشلت هاي الطريقة معناته بدي ادور على طريقة ثانية يا جماعة مش انا حكيت لكم اذا فشلت الطريقة المباشرة الجاء للسلطة صح ولا اا؟ يلا متقدر تحكي الطاقة المكنكينية النهائيه هي نفسها من؟ الابتدائيه فاذا انا حسبت الابتدائيه بعرف ش النهائيه صح؟ طيب اذ Saturn افروط الابتدائيه طاقة الوضع الابتدائيه زائد طاقة الحركه الابتدائيه افروطها اكثر طاقة الوضع الابتدائيه يعني هي اللي عن السطح الأرض سفر انت و���oue انت بلشت عن السطح الأرض نهايتك عند اقصر ارتفاع عند اقصر ارتفاع الطاقة حركية سفر قولا واحدا لانه نص ام ضرب سفر تربيه سفر طاقة وضع عن سطح الارض زيرو لانه ام جي ضرب سفر اللي هو الاتفاع طيب قداش الطاقة حركية على سطح الارض نص ام في انيشيال تربيه طيب بسم الله نستكمل سفر زائد هذا الحقيه هاي خلاص سفر الغيه نص ضرب قداش الكتلة بالله يا جماعة الخير 300 غرام لما تحولها لكيلو غرام تقسمها 1300 غرام تطلع ثلاث بالعشرة كم السرعة السرعة الابتدائية 20 تربيه 400 اذا صارت عننا بسم الله راح فاصلة مع سفر 40 بثلاث 120 بنص 60 جول اذا احنا طلعنا الطاقة الميكانيكية الابتدائية 60 جول وهي نفسها من النهائية شوفوا كيف ما زبطت معي المباشرة بدور على طرق ثانية بتطلع على الغشة شين معي بدي التغير في طاقة الوضع الناشئة عن الجاذبية طب هسا الطالب بدي يجي حلاء راح يروح يحكي فوران الطالب التغير في طاقة الوضع طب هسا من وين لأ وين هو دايما التغير بدك تحدد موقع بداية موقع نهاية ما احنا قلنا البداية عن سطح الارض النهاية عند اقصر ارتفاع صح ولا لا يلا راح تروح انت كطالب عاقل واعي فهمان تروح تحكي لي مجي وي فاينال ناقص وي انيشل بس هون احنا في عنا اشكالية بتعرف شو هي انه هاي فشلت هاي هون فشلت لانه وي انيشل عندي وم عندي وجي عندي بس وي فاينال مش عندي مش موجودة طيب هل في طرق ثانية اني احل هذا السؤال هسا فكر 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 في ناس طلاع كيف ممكن حلها عادي جدا بديك تفكر فيها منطقين بيقول لك اذا طلعت الواي فاينال بروح بعوضه هون بطلع التغير في طاقة وضعه عادي جدا حقك محدش يلو عليك ففي ناس طلع شو بيسوي بروح هذا الجزء من الناس شو بيحكي لك بقول لك عني طب انا بعرف الطاقة الميكانيكية النهائية تساوي طاقة الوضع النهائية زايد طاقة الحركة النهائية فاروح وقول لك ما احنا طلعنا طاقة الميكانيكية النهائية ستين كلامه صح وبقول لك هاي ايش سفر قدشت اقتر وضع النهائية ام جي واي فاينال طلع شو بيكمل يلا صارت ستين تساوي ام ثلاثة بالعشرة جي عشرة واي فاينال هي المجهول الوحيد فبقول لك يلا ثلاثة بالعشرة بعشرة عبارة عن ثلاثة يعني هاي هون ع ثلاث وهي هون ع ثلاث تطلع معها واي فاينال تساوي عشرين وبعوض هون عشرين شغله صح مية بالمية ففيش مشاكل امدا قدت لك الحروب الفيزية الجميل فيها انه يمكن انحل باكثر من طريقة انت حر بالطريقة البدكيهة برد ان كده يمكن انحل باكثر من طريقة انت حر بالطريقة البدكيهة طيب انا جاعة بلع حلة بطريقة تعني يا سيدي التغير في طاقة الوضع عبارة عن سالب التغير في الطاقة الحركية صح؟ علمي انه قبل شو حلناها خلص صارت معي ام و جي والواي فاينال تلت معي يشترين صح ولا لأ هاي سالب نص ام في فاينال تربيع ناقص في انيشل تربيع انا ايجع بالي احيلة هيك محدشل عليها تساوي بسم الله الرحمن الرحيم دقيقة يلا يا جمعة الخير هاي نص الكتلة ثلاثة بالعشرة السرعة النهائية سفر تربيع سفر السرعة التدائية قداش طبعا في هون سالب عشان بتنسوا الله يرضى عنكم هيا سالب نص السرعة التدائية عشرين تربيع اربعمية طيب شو صارت والله يا أستاذ معاد رح تطلع سالب اربعمية ضرب سالب نص موجب ميتين ميتين ضرب ثلاثة بالعشرة قداش رح تطلع رح تطلع ستين جول شفتوا كيف من باب التأكد عادي السالب طار مع السالب هون لانه سفر ناقص اربعمية رح يطلع سالب اربعمية كنا عارفين السالب طار مع السالب نصه الاربعمية ميتين ميتين بثلاثة بالعشرة سفر مع الفاصلة صارت عشرين بثلاثة ستين جول حبيت تتحلها بالطريقة الاولى اللي اعطتك اياها تطلع الارتفاع معدين اتعاوضه كمان بيزبط امورك تماما شوفوا فرعجين يلا هاي رجعنا لنفس السيناريو يجد اقصر ارتفاع تصل للكرة يعني يجد واي فاينال طب ما هو نفس الحكي الله يرضى عنكم مش انت طلعت التغير في الطاقة الوضع هون ستين جول تقدر تحكي الطاقة الميكانيكية النهائية تساوي طاقة الوضع النهائية زائد طاقة الحركة النهائية ويرجع كمال هالسيناريو ولا فرق اشي يلا عادي يمكن الحل باكتر من طريقة هاي ستين تساوي طاقة الوضع النهائية م جي واي فاينال زائد طاقة الحركة النهائية عند اقصر ارتفاع السرعة سفر صارت ستين تساوي الكتلة ثلاث بالعشرة الجي عشرة وهي الواي فاينال طلعت الواي فاينال تساوي قديش عشرين متر كيف عرف الثلاث بالعشرة ضرب عشرة ثلاث عثلات عثلات ستين عثلات عشرين متر طيب طليل التغير في الطاقة الحركية طب نحنا قبل شي طلعنا التغير في الطاقة الحركية عبارة عن لص م في فاينال تربيع ناقص في انيشيل تربيع هاي نص قديش الام تلاث بالعشرة طيب سفر تربيع سفر في انيشيل تربيع عشرين تربيع أربعمية صح لا لا يعني هي صارت النص ضرب سالب أربعمية سالب سالب مئتين بثلاثة بالعشرة سالب ستين جول في ناس كيف محلها بيقول لك في ناس طالله التغير في الطاقة حركية سالب التغير في طاقة الوضع هاي سالب قديش التغير في طاقة الوضع طلعناه ستين جول هاي سالب وهي ستين جول شفتوا كيف والله هي سهلة بدأت صنع صاروخ حرفيا تعال شوف لي هون شغل اللي بدلته قوة الجاذبية شغل الجاذبية عبارة عن سالب التغير في طاقة الوضع والهو سالب كم التغير في طاقة الوضع طلع ستين في ناس ما بده هيك في ناس كيف بديها شغل الجاذبية عبارة عن قوة الجاذبية بدي بكوساين قدش قوة الجاذبية ثلاثة مش الكتلة ثلاثة وعشرة الوزن ثلاثة وعشرة ضرب عشرة ثلاثة قدش الازاحة طلعناها دي عشرين متر قدش الزاوية الوزن اللي تحت واتجاه الحركة لفوق فالزاوية مئة ثمانين سالب مئة كوساين مئة ثمانين سالب واحد فصارت ثلاثة بعشرين بسالب واحد سالب ستين جول يعني هاي داني وهاي داني ولا فرقت اشي قبلا الفكرة انه يمكن الحل بأكثر من مليون طريقة شوف الصالب بعدين شو بحكي لك طيب يلا بسم الله نشوف في المثال السابق اذا قدفت الكرة نفسها بسرعة خمستاش مش بسرعة عشرين يعني هاي كرة قدفت بسرعة ابتدائية قيمتها خمستاش رأسيا الى اعلى طيب ورح اضرها طالعة 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 على حد ما توصل لها وين لأقصر ارتفاع عند اقصر ارتفاع شو السرعة سفر طبعا حد تكونوا بالصورة وهي الواي ما معرف شو هي وهي الارض طيب بيقول لك اهم القوة الاحتكاك يعني نظام محافظ طيب شو بحكي لك الصان بدي الطاقة الحركية الابتدائية يا جماعة ما هو ما فرق اشي الطاقة الحركية طالب طاقة يعني الطاقة نص ام في تربيع بده الابتدائية شو بتحط لي هون الابتدائية تربيع ماشينا على هذا السيناريو بده نهاية بتحط للنهاية تربيع بده تغير بحط التغير شو بده هاي نص كم الكتلة ما هو قالك في المثال السابق يعني نفس الكتلة ما تغيره ثلاث بالعشرة كم مربع السرعة والله استري خمستاش تربيع ميتين وخمسة عشرين صح هيا خمستاش تربيع طيب فورا شو صارت الان هنا كلام تدخل الاحاسباء وطريح راسي ميتين وخمسة عشرين ضرب ثلاثة العشرة ضرب نص قدة صارت ثلاثة ثلاثين فاصلة خمسة سبعين جول انتهى بس كل ما عطيت معي بفكر بطريقة مباشرة ما ضبطك الطريقة مباشرة بدورها حلول اخرى شوفوا هون طاقة الوضع اللي اكتسبها الجول الجسم عنده وصوله لأقصى ارتفاع لما يصل الجسم لأقصى ارتفاع هستشوف الجسم اول ما بلش كان طاقة وضعه سفر التهى طيب بدي عرف طاقة وضعه موصل لأقصى ارتفاع فكل الناس راح تروح تحكي لك طاقة الوضع النهائية تساوي mgy final بس هون فشل لانه الواي مش موجوده معي الواي اكيد راح تتغير الواي مش راح تقول لي نفسها عشرين بالسؤال السابق لا يا جماعة خدنا في السرعة انتبهوا معناته انا بدي ادورها حلول ثانية عشان اطلع طاقة الوضع بالتعرف انه ممكن اطلحها اذا ما ضبطت الطريقة مباشرة راح الجأ لقانون السلطة شو هو قانون السلطة طاقة الوضع الابتدائية زاد طاقة الحركية الابتدائية تساوي طاقة الوضع النهائية زاد الطاقة الحركية النهائية صح مش طاقة الحركية الزادتظ ابتدائية كصلين ثانية tab طاقة الوضع النهائية تساوي الطاقة الحركية الابتدائيه legislation مش طاقة الحركيه البتدائيه نصف تربية هي كتش حسبناها ثلاثة و ثلاثين فاصلة خمس سبين جول بس شفتوا كيف ما بسطها يعني دايما الطالب اذا انزلق في سؤال ما زبط معها طريقة مباشرة بيلجأ لحفظ الطاقة الميكانيكية بتنحل كل ما سعكله طب شو سرعة الكرة لحظة عودتها الى نفس المستوى اللي قضيفت منه شوف عشان اوضح لك الفكرة الكرة قضفتها بسرعة خمسطاش تطلع بسرع عشرة معدين تطلع بسرع خمس افنت الي كيف بتقل 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 لحد من السر سفر هل ساوهي راجعة رح ترجع بنفس السيناريو يعني بمعنى اخر عشان ابسط عليكم الامور يعني لو انا هيا عندي الرسم عندي كرة قضفتها للاعلى وصلت هون وصلت اقصر ارتفاع شايفين كيف طيب لما كانت عند هون اول مرة ميتها كانت سرعة مثلا خمسطاش الان هون مثلا صارت عشرة الان هون صارت سفر هسا مش بلا ترجع تسقط صاح نعم يا استادي طيب هسا انا بدي اعرف شو معطيتها لما ترجع تسقط فورا هسا هون يلا تسقط من السقون يعني سرعت هون شو سفر بتزيد 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 بتزير سرعتها نفس السيناريو هون نفس الشي هون عشرة متر كثاني طبعا وهون لما تصل سطحها ارتفاع بس سرعتها خمسطاش بس في شعنة واحدة بتفرق هون هي طالعة فكانت شو موجب هون هي نازلة فراح تصير شو سالب هذا الفرق الوحيد بس اذا ملخص الحكاية سرعة الكرة لحظت عودتها الى نفس المستوى اللي انطلقت منه نفس سرعة اللي انطلقت منه قديش خمسطاش بس قال لهم انه شو صار صار سرعتها سالب خمسطاشر متر لكل ثانية شو قصدك يعني قصدي خمسطاشر متر لكل ثانية سالب واي يعني نحو الاسفل بس نشوف هذا السؤال يوضح الشكل كرة موضوعة اعلى سطح مائل هيا شايفينها هيا اعلى السطح المائل طيب شو بده بيقول لك باهمال مقاومة الهواء الاحتكاك يعني الطاقة الميكانيكية هون محفوظة والنظام محافظة بالحالات الاتية وضح لي طلع امن الفراغات في حالة تسقوط الكرة بشكل حر او حراجتها على مستوى معل طيب هسا دي شوفش الارقام اللي معاي هون معاي الطاقة الحركية 100 وطاقة وضع 0 مجموحهم قديش بيعطين الطاقة الميكانيكية قديش 100 زائر 0 100 جول معنات الطاقة الميكانيكية هون 100 وهون 100 طيب خلاهم نعنده المعطيات الطاقة الحركيه هون لازم تكون قديش ميت جول صاح؟ طب انا عندي الطاقة الحركيه 75 قديش ضال عشان السير مية هون 25 فى انا عشان بناعرف الطاقة الميكانيكية عباره عم طاقة الميكانيكية هون طيب هيا تع Eastern اذا كانت الطاقة الحركية 75 والطاقة الميكانيكية 100 فانت راح تروح تحكيني الطاقة الميكانيكية تساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة راح تقول لي هاي 100 تساوي اختنا بالله هون مجهولة وهاي قديش 75 منقولها راح تطلع 25 طيب مش تندين نفس الارتفاع مش تندين نفس الارتفاع ما تغيره مهاتيه نفس المعطيات يلا بسم اللاه طاقة الوضع 25 والطاقة الحركية 75 كيف رفتل من مما تمتها؟ ما هي الطاقة وضع MGY نفس الام ونفس IG ونفس الواي طيب هون مش لازم مجموع 100 جول يلا اذا كانت طاقة الحركيه 0 معناته كلها طاقة وضع ميت جول هون طاقة وضع عند الارض 0 صح معناته الطاقة حركيه تكون 100 جول هذا مضخص الحكاية قولا واحدا يبين الشكل الطاقة التي يمكنها جسم يمتلكها جسم عند نقاط مختلفة عند النقطة A الجسم يمتلك طاقة وضع 600 ألف و طاقة حركة سفر لأنه بدأت من السكون كيف الطاقة الميكينيكية لهم؟ 600 ألف زائر 0 600 ألف عند النقطة B طلعوا طاقة الوضع صارت 400 ألف الطاقة حركية زادر صارت 200 ألف كيف مجموحهم؟ 600 ألف عند الجسم C نفس الشي طاقة الوضع صارت 200 ألف بينما الطاقة حركية زادر صارت 400 ألف مجموحهم 600 ألف يقول لك عند أي نقطة تكون الطاقة الكاملة الطاقة الكاملة هي طاقة الوضع قيمة عظمى يعني أكبر ما يمكن طاقة الوضع عند النقطة A لما تكون 600 ألف قلنا كل ما كان ارتفاع أكبر كان الطاقة الوضع أكبر ولماذا؟ لأنها طاقة حركية تكون 0 أو بما أنها آخر لأنها أقصر ارتفاع خلص مبلش من أقصر عند أي نقطة تكون الطاقة الحركية قيمة عظمى أكبر ما يمكن وهي نازل نزول وين أكبر الشي الطاقة الحركية؟ هايها عند النقطة ديه لأنها تمتلك أكبر سرعة أيضا تكون الطاقة الوضع صفر كيف تصف التغير في الطاقة الحركية؟ في أثناء حركة الجسم وأنا نازل فلي hasn't even left between يعني كلت ارتفاع قبل ان ارتفاع及 اقل قبل بقرب من الأرض في أثناء سقوط الجسم وهو أنه نازل أرتفاعي يقول إذا انت تقل الطاقة وضعه هذه الوسف تقل طاقة وضعه وينت نازل وتزداد الطاقة الحركية وينت نازل لا تزداد سرعتك فاوزيت الطاقة الحركية جد حاصل جمع الطاقة اللي كان نطاقة عن كل نقطة رح نلاقي انه حاصل جمعها ب 600000 منلاحظ انه هذا النظام محافظ الطاقة الميكانيكية محفوظة ما تغير ضلت 600000 مثل ما هي بس اذا خلصنا هذا السؤال التدريب اللي موجود عنها الان بنا نبلش فيه تدريب خفيف لطيف بسيط وكما يقالي ان التدريب صار اوسع حبة شوي طيب خليني نشوف هذا التدريب يلا يا جمعة الخير دقيقة الان صارت خلص حل مساعل احنا الان حاليا في مرحلة حل مساعل بس قدمة حل مساعل اكثر بتصير متمكن اكثر من المعادلة ممكن نتواجه الصعوبة في البداية انه معادلة طويلة قانون السلطة بس بعدين والله راح ترتاح و راح تدهيلي باذن الله الان يا جماعة الخير بدنا نبلش في حل مسائل وتمرين اكثر على الطاقة الميكانيكية وحفظ الطاقة الميكانيكية مثل ما انتو شايفين هذا السؤال رجعكم ذكريات زمان ايام الصف العاشر قضف حجر او من خلال مدفع او جسم الى الاعلى وهي الامور تمام قضف حجر من اعلى مبنى ارتفاعه خمسة عشر متر هايو الي اعلى بزاوية معينة بسرعة ابتدائية اتناعشر متر كثانية احسب سرعة لاحظة رسول الارض حسنا بتحل عمادات حركه وجعه ترصح فاحنا هون دايما المسائل الي بيطلب منك سرعة بيعطيك موقعين شوف كيف طالب منك سرعة ما الى غير تفكر بحفظ الطاقة الميكانيكية قانون السلطة مش بيحكي لك الطاقة الحركية الابتدائية زائد طاقة الوضع الابتدائية بتساوي الطاقة الحركية النهائية زائد طاقة الوضع النهائية فخذوها قاعدة لما يكون عندكم اي مسائل يطلب منك سرعة خذوها قاعدة دايما وفي عندك موقعين هاي موقع البداية وهي موقع النهاية صح؟ ما علي غير حفظ الطاقة الميكانيكية هسا عم بدي افرطها عشان احكي لكم شو قزي بقانون السلطة انه السلطة يعني كل اشي فيه الطاقة الحركية الابتدائية هي نص M V initial الابتدائية تربيع طاقة الوضع الابتدائية هيها M G Y initial تساوي الطاقة الحركية النهائية نص M V final تربيع زائد طاقة الوضع النهائية M G Y final يلا مع بعض يا جماعة الخير بسم الله نبدأ نبدأ اولا اولا الارتفاع النهائي سفر يعني بنا نشوف مين يتصفر عنا ثانيا بقدر انا اختصر شغلة امياتهم راحوا مع بعض هاي على امياتهم كلهم M M M امياتهم راحوا ثاني شغلة هاي اول شغلة امياتهم راحوا ثاني شغلة سطح الارض هون الموقع النهائية عن سطح الارض يعني الطاقة الوضع النهائية قديش سفر لان نص V initial تربيع زائد G Y initial تساوي نص V final تربيع خلص ما فيش داعي زائد سفر طب ليش انت عملت هاي الحركة انا عملت هاي الحركة عشان ريح راسي واختصر المعادلة اشيل الشغلات اللي بتزنخ المعادلة زي الكتلة طيب نكمل هاي نص نص كان السرعة الابتدائية 5 قديش 12 السرعة الابتدائية 12 تربية 14 زائد LG 10 كامير ارتفاعك اول ما بلشت الابتدائية هاي 15 تساوي نص ضرب السرعتك النهائية عند الموقع هاد اللي هي انا بديها اصلا كل شغلي عليها اصلا صح و لا طيب يلا بسم الله نبدأ نص ال140 قديش هالساعة سبين وسبين مية واربين معناته نص ال144 هي ثنين وسبين زائد عشرة بخمستعش مية وخمسين تساوي نص في فاينل تربيع طيب مية وخمسين وسبين تساوي نص في فاينل تربيع كنا عارفين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين باي باي صارت في فاينل تربيع تساوي اثنين بميتين واثنين عشرين اربعمية واربع اربع اربع اعربع اين بدك تطلع في فاينل لحال ساح راح تحكيه لجذر جذر تساوي شو جذر ال اربعمية واربع اعربع اعرفعين يلا بسم الله عبارة عن واحد و عشرين فاصلة 0.7 متر لكل ثانية بس شفت كيف الامور سهلة فقط يعني دايما ناخدها قاعدة متى اعرف انه لازم استخدم حفظ الطاقة الميكانيكية يا جماعة لما يكون في عندك موقعين هاي اولا يكون في عندك سرعة مجهولة تكون في عندك ارتفاع مجهول اعرف انه راح تستخدمها بس كرة كتلتها واحد ونص هاي الكرة تتحرك بسرعة 20 متر لكل ثانية على ارتفاع 15 متر تعرف شو طالب انك فما هي الطاقة الميكانيكية القلية للكرة طب الطاقة الميكانيكية للكرة وهي عند موقعها عبر عن طاقة وضحها زائد طاقتها الحركية صح طيب هذا المقصد من كلمة القلية شو طاقة وضحها ام جي واي لاحظ انه هون ما في موقعين خلص موقع واحد ارتفاع 15 متر سرعة واحدة زائد نص ام في تربيع يلا شوفوا شو صارت يا جماعة خير الام قديش واحد ونص الجي عشرة الارتفاع 15 زائد نص ضرب الام قديش واحد ونص مربع السرعة عشرين تربيع اربعمية نشوف شو صارت هاي المعادلة بالاخر يلا يا جماعة واحد ونص ضرب عشر خمسة عشر 15 15 ب 15 ميتين وخمسة عشرين زائد اربعمية ب واحد ونص راحت سفر مع فاصلة اربين ب 15 ب نص صح يعني صارت نص ضرب واحد ونص ضرب اربعمية صح طلعت خمسمية وخمسة وعشرين خلص نضعها على البارد المستريح على البارد المستريح ريح طراصي نشوف طرازان هنا عنا طوف الطرازان قاعد يقفز يعني هاي قلبت مش فيزيا قلبت سبيستون نفس السيناريو ترى لا روح ولا ايجا نفس السيناريو قاعد يعاد التاريخ يعيد نفسه شوفوا معي يالله بسم الله بقولك السؤال هي تأرجح رجل على كرنة او ماسك انه جدع لكوخ رابط في الحبل وتأرجح من موقع الى موقع موقعه الابتدائي وينه هايه هاي الابتدائي والنهائي وينه هاي النهائي بدك نيشل وفاينل عادي بدك واحد اثنين كمان عادي الى فرع الشجرة مجاورة موجودة على مسافه افقية بين الموقع الابتدائي والنهائي مسافه افقية 10 متر معلومه اضافيه بابت في اني بقولك من نقطه بدايته ومسافه رأسيه 4 متر شو قصدق مسافه رأسيه يعني المسافه الرأسيه بين موقعer البداية قديش هاي موقع النهاية وهي موقع البداية قداش المسافة الرأسية 4 متر هسا معنا هذا الكلام يعني دلتوا عندي جاهزة 4 متر بس بديك تساوي بشغلة افترض انه الارض وين هون خلاص افترض انه المستوى المرجعي هون يعني افترض انه الارض هون سفر معناته بس شو بصير هاي ارتفاحها 4 متر ومن حسن حظك ان الكرمة او الجدع لم يتمدد ولم ينكسر وهي مصار الزلمة زي ما انتوا شايفين وين البداية على ارتفاع 4 متر وين النهاية عند الارض انا افترض انه المستوى المرجعي هون بتكاشت افترضه خلاص بسير الدلتواي عبار عن ايش 4 اذا كان سرعة الرجل عند نقطة البداية 0 يعني اعطاني V initial فما هي سرعته عندما يصل الى الفراء الشجرة بدل السرعة النهائية هون طيب هسا احنا حطينا السلطة صح ولا لا هي السلطة جاهزة نص mv initial تربيه زال mgy initial وتساوي نص mv final تربيه زال mgy final امياتهم بدون نروحوا مع بعض صح؟ هي اول قاعدة بعدين نشوف مين المصفر اول سفر موجود عندي هو الطاقة الحركية التدائية لانه السرعة التدائية هو سفر يعني هاي كاملة سفر بعدين الموقع النهائي طاقة وضع سفر افترضت انه عنده الارض طاقة الوضع النهائية سفر صف عندي g y initial تساوي نص mv final تربيه شفتوا كيف الاختصارات شو بتريح الجي عشرة ارتفاعك اول ما بلشت ارتفاع اربع متر افترضنا انه هون الارض معناته هون ارتفاع اربع متر تساوي نص mv final تربيه اربعة بعشرة او عشرة باربعة اربعين تساوي نص mv final تربيه كنا رح نضرب باثنين ونضرب باثنين صح؟ فصارت الاثنين هون راح مع اثنين هون صارت mv final تربيه تساوي اثنين باثنين ثمانين هسا كنا عارفين انه راح نروح نحط جذر وجذر صارت v final تساوي جذر الثمانين متر كوثاني بدك اطلع بالتفصيل حط عادة على الالة الحاسبة جذر جذر الثمانين راح يطلع ثمانية فاصلة تساعة اربعة منتر لكل ثاني بس خلصنا السؤال نفس السيناريو يكرر مرة اخرى يا جماعة الخير يلا بسم الله نشوف مع بعض عشان احل المسألة يلا شوفك كيف السؤال طيب يلا بسم الله السؤال بيقولك هي اقترب سائق دراجة من تل بسرعة ثمانية متر كوثانية فاذا كانت كتلة السائق والدراجة مية وعشرة معطينا الكتلة ومعطينا السرعة اللي بيقترب فيها شايفين طيب فحسب الطاقة الحركين البتدائية للنظام واذا صعد السائق الى التل فحسب الارتفاع الذي ستتوقف عنده الدراجة يعني باختصار بسيط كان ماشي على الارضية لقتل زي هيك فالزلمة هون ماشي بسرعة معينة ثابتة ثابتة لحد ما وصل له هون قد السرعة هون تمانية اللي صار انه طلع 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 لحد ما وقف من الشيء من الطاقة الحرك Wayneام الآن هاي نص كتلة عطوفته قديش مية وعشرة مربع سرعته ثمانية تربيع اربعة ستين صارت اثنين وثلاثين بمية وعشرة اربعة ستين بمية وعشرة بنص عبارة عن ثلاث تلاف وخمسمية وعشرين جول الان طرش بقولك اذا صعد الصائق طب شو السرعة اللي بلش فيها يصعد الثمانية ظلوا طالع 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 احسب الارتفاع اللي راح يتوقف عنده الدراجة راح تصير سرعتها النهائية سفر طب هسا مش قلت لكم لما يكون في سرعة مجهولة وي مجهولة ومش عارف كيف تتعامل مع السؤال ما اليك الا انه تكون في سرعات شوف تكون معاك سرعات او الوايات يكون مجهول فيهم واحد يعني يعطيك مجهول واحد منهم فضلا راح تروح تحكي له شو قانون السلطة نص نص ام في انيشيل تربيع زائد ام جي واي انيشيل تساوي نص ام في فاينال تربيع زائد ام جي واي فاينال طيب بس عشان نكون واضح موقع بدايته هون نهايته هون حسا انا بعرف سرعة الابتدائية وبعرف ارتفاع الابتدائي سفر سرعة النهائية سفر بس ارتفاع النهائي ما بعرف الابتدائية سفر الان احنا عارفين طاقة الوضع الابتدائية سفر لانه بلش من الارض وعارفين انه طاقة الحركية النهائية سفر لانه سرعة النهائية شو سفر وقف صح ولا لا وعارفين انه الاميات بالاصل راحوا مع بعض صارت نص في انيشيل تربيع تساوي جي واي فاينال طيب يلا مع بعض هاي نص قدس سرعتك التدائية تربيع ثمانية تربيع اربعة ستين تساوي الجي عشرة وهي المجهول اللي انا بدي اياها ارتفاعك النهائي اللي وقفت عنده نص الاربعة ستين ثنين ثلاثين تساوي عشرة بواي فاينال كنا عارفين راح تروح تحكي على عشرة على عشرة طلعت عنا واي فاينال تساوي اثنين ثلاثين عشرة ثلاثة فاصلة اثنين متر لك كنت عني بس شفتوا كيف بسيطة خفيفة لطيفة هذا ارتفاعك النهائي اخر سؤال في حصتنا على حفظ الطاقة الميكانيكية ينزلق طفل على قمة منزلق مائي من قمة المنزلق الوداية ويظلوا الف لاف 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 لا Menge طول المصار متعرفين ان شوف كيف ولي انق Wi-Fi600 قطلة الطفل من 40 كالوغرام ونننع Bert all the speed of the heavy Fu片 Sierra Fid throughout the Circle تحكي من كتل AREas احساب شغل قوة الجاذبية المادول على هذا الطفل عنده نزوله من قمة المنزلق الى نهايته إذا انت رحت زي الأسد قلت له شغل قوة الجاذبية فشلت سالب التغير في طاقة الوضع سالب تغير في طاقة الوضع سالب ينقص ينشل اسهل بمائة مرة هاي سالب قدش الان بالله اربعين قدش الجي عشرة بعدين بحط قوس بقول لك بسم الله بلش ارتفاعك النهائي انت وصلت الارض اسفل المنزلق سفر بفترض انه انت اسفل المنزلق سفر هون هي وصلت الارض هون ارتفاعك اللي بلشت فيه انت على ارتفاع ثلاثين متر شو صارت سالب اربعين بعشرة سالب اربعمية ضرب سالب ثلاثين صح سالب ضرب سالب موجب اربعمية بثلاثين ثلاثة باربعة اتناعش وثلاثة اصفر ناشر الف جول بس هذا هو ملخص حكاية كلام منطقي نعم لانه الوزن انت نازل والوزن لا تحت الاصل لانه لازم يطلع موجب خلصنا لهون قلنا ما زبطت هي الطريقة اذا الى هنا احنا انهينا مسائل وتمارين على حفظ الطاقة الميكانيكية في النظام المحافظ فقط يعني اخذنا شو هو معادلة حفظ الطاقة الميكانيكية وعرفنا كيف الطرق لما تكون مباشرة او غير مباشرة ما تزبط معي الحصة القادمة رح ناخذ شو رح ناخذ معادلات لما ما تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة يعني يكون في عندي احتكاك بالسؤال رح نتعرف شو هو هذا النظام ونحل عليه مسائل باذن الله يعني موضوع بسيط سهل خفيف لطيف الله يسر امركم وليح بالكم ويكتب لكم الخير والطفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته